موسيقى الكويت تدين وتستنكر اقتحام المستوطنين بحاة المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال وتطالب بموقف دولي موسيقى قطاع غزة في أزمة إنسانية حادة على وقع الأدوان الإسرائيلي وعدد الشهداء والجرحى يرتفع موسيقى الإعلان عن تشكيل لجنة وطنية لحماية المستهلك بمشاركة جهات رسمية وأهلية موسيقى والتجارة تحدد أسعار استقدام العمالة المنزلية الجديدة وقرار وزاري بمنع الكاش عند التعاقد موسيقى والأشغال تطرح ممارسات لصيانة الطرق والشوارع والسحات في مختلف مناطق البلاد موسيقى نهدف إلى إيجاد المأوى وإيجاد المعيشة وإيجاد الطعام والكساب وفي النشرة أيضا فزعة كويتية لإغاثة الصومال موسيقى مشاهدين في إيتيفي أهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية التي نبدأها من وزارة الخارجية التي عربت عن إدانة واستنكار الكويت لاقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومحاولة للمساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها وأكدت الوزارة أن هذه الاعتداءات المتواصلة مدعاة لزيادة العنف والتوتر وتهديد للاستقرار مشددة على مطالبة الكويت المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياته للجم تلك الاعتداءات ووضع حد لها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ومقدساته إلى ذلك ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إثر العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة لليوم الثالث على التوالي إلى واحد وثلاثين شهيدا فيما أصيب 274 آخرون وأوضح المتحدث باسم السلطات الصحية في غزة أشرف القدرة أن من بين الشهداء ستة أطفال وأربع سيدات محذرا من توقف الخدمات الصحية عقب توقف محطة توليد الكهرباء واستنزاف للكميات المحدودة من الوقود في مولدات المستشفيات خلال 48 ساعة ويعيش سكان القطاع أزمة إنسارية حادة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والنقص الحاد في الوقود والأدوية أما في الشأن المحلي حيث عاد وزير التجارة والصناعة فهد أشراعان تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك برئاسته وعضوية كل من الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك وممثل من وزارة الصحة ووزارة الإعلام وممثل عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة وثربة السمكية وممثل عن إدارة الفتوى والتشريع وتضمن التشكيل أيضا ممثلين عن كل من الهيئة العامة للبيئة وهيئة الصناعة وبلدية الكويت والجمارك وغرفة التجارة والصناعة واتحاد الجمعيات التعاونية وجمعيات حماية المستهلك الأهلية المستهلك تم إقرارها من قبل مجلس الأمة في سنة 2014 هذه اللجنة أخذت رقم 49 لسنة 2014 أخذت كل الصلاحيات الخاصة وتعتبر هي العمود الفقر لقطاع السلاك في الدولة شملت الكثير من اللجان وأعضاء متمثلة في ممثل وزارة التجارة وممثل أيضا في قطاع البيئة وهيئة البيئة وممثل أيضا في هيئة الزراعة وممثل في وزارة الإعلام ووزارة الصحة وأيضا ممثل لاتحاد الجمعيات التعاونية وممثل لجمعيات حماية المستهلك التي نحن أيضا لنا مقعد في تلك اللجنة هذه اللجنة لديها الكثير من اختصاصات المهمة ومن ضمن هذه الاختصاصات هو مباشرة الدعاوة التي تتعلق بمصالح المستهلكين وتدخل بها بالإضافة إلى اختصاص جدا مهم وهو قياسات الأسعار ومقارناتها في الأسواق المحلية بالإضافة إلى معرفة تدفق السلع وقياسات الخارجية بالإضافة إلى أيضا معرفة هل هناك حجم مخزون استراتيجي في الدولة وعمل غذائي كل هذه القطاعات من ضمن اختصاصات هذه اللجنة هناك أيضا لها قرارات نافذة ولا تطعم بهذه القرارات إلا من خلال المحاكم تعتبر صاحبة اختصاصات جدا كبيرة من خلال تلك اللجنة كل هذه الاختصاصات وكل هذه القطاعات لكل متمثلينها في هذه اللجنة أيضا نود أن نذكر بأهميتها وأهمية انطلاقها اليوم تم قرارها من قبل وزير التجارة شريعان كان الهدف الأساسي ليعادة وأحياء تلك اللجنة لأهميتها ومعرفة حجم قراراتها لكل قطاع السواق في الكويت في غضون ذلك أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنبيئة المجتمعية فهد شريعان قرارا بتحديد الحد الأقصى لأسعار استخدام العمالة المنزلية غير شاملة لتذكرة السفر ويكون الحد الأقصى لأسعار استخدام العمالة المنزلية من الفلبين 850 دينارا ومن الهند وسيرلينكا ونيبال 700 دينار ومن دول إفريقيا 500 دينار ونص القرار على معاقبة كل من يخالف الحد الأقصى لأسعار الاستخدام المحددة بالعقوبات المنصوصة عليها في القانون فيما يعاد النظر في هذا القرار بعد 6 أشهر من تاريخ العمل به كما أصدر الشريعان قرارا بمنع مكاتب استخدام العمالة المنزلية من التعامل بالكاش عند إجراء أي تعاقد وأشار القرار إلى ضرورة الدفع خصما من حساب العميل عبر أدوات الدفع غير النقدية التي يسمح بها منك الكويت المركزي لإمنع التلاعب وحفظ حقوق المواطنين وللتعليق على قرار وزير التجارة بتحديد أسعار استخدام العمالة المنزلية الجديدة أجرينا هذا الاتصال مع رئيس اتحاد مكاتب استخدام العمالة المنزلية خالد الدخنان الذي كشف عن تقديم دراسة شاملة قبل فترة بشأن أسعار العمالة المنزلية وطالب الدخنان في تصريحاته لأي تي في بإعادة النظر في هذه القرارات مسلطاً الضوعة على عدة نقاط بشأن هذا الملف بالنسبة للغرار الذي صدر اليوم مع الوزير التجارة بما يخص تحديد الأسعار وإحنا مع الأسف تلقينا الغرار حال نحال أي شخص تلقي الغرار مع العلم أننا الجهة المتلة لأصعاب مكاتب العمالة المنزلية وكنا قدمين قبل شهرين دراسة شاملة لوضع الأسعار للدول المصدرة والدول المستخدمة العمالة في دول الخليج والدول العربية المستخدمة العمالة المنزلية قدمنا للوزارة التجارة ولا تلقينا إرد اليوم نشوف الغرار صدر وحالنا عامة الناس التي سمعنا بالقرار ونتمنى من مع الوزير التجارة إعادة النظر في هذه الغرارات لأن هذه الغرارات كاتحاد لا أخذ رأينا فيها وإحنا قدمنا دراسة وما للدراسة ما أعتقد أن أحد ناقشها معنا ولا أحد سدعانا بأن يأخذ رأينا بالأسعار التي نحطتها وإحنا بالنسبة لنا كاتحاد وحسب خبرتنا وحسب علمنا بسوق العمل أن الذي يحدد الأسعار والذي ينزل الأسعار هو توقيع مذكرات تفاهم مع البلدان المصدرة للعمالة وفي حالة تكون عندك مذكرات عمل مع البلدان المصدرة للعمال أكيد لا أسعار تنزل ولا تحتاج لا قرارات ولا تحتاج رقاب ولا تحتاج يكون السوق مفتوح يكون في تنافس بس اليوم إحنا مقيدين في ثلاث جنسيات وهي الشغالة تقريبا فلبين هي لشغال رسمي والجنسيتين البقيات عددهم بسيط اليوم لما نصير حالنا حال الدول المجاورة عندهم مذكرات تفاهم مع جميع الدول عندونيسيا وأفريقيا والدول المصدرة للعمالة في العكس لما يكون عندك شيء مذكر تفاهم موجودة وطلبات موجودة تنوى لما يجي المواطن بك مكتب الاستخدام يلقى طلبات وفيرة وطلبات موجودة بكثرة يعني مو كيف المكتب يتحكم بالسعر طالما في وفرة طلبات السعر بالنفسة رح ينزل اليوم أنت ما عندك طلب وتبت تنزل السعر هذا مستحيل ولا ما حيصيره أصدرت وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رانا الفارس قرارا وزاريا يقضي بتشكيل فريق عمل استشاري لمتابعة أعمال معالجة آثار حريق المباركية ومشروع تطوير سوق المباركية برئاسة الوزيرة وأشارت الفارس في قرارها إلى أن الفريق يختص بمتابعة أعمال معالجة آثار حريق المباركية بتاريخ 31 من مارس الماضي وتقديم دراسة لتطوير المنطقة المتضررة ومتابعة أعمال مشروع تطوير سوق المباركية قام وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بجولة على بعض قطاعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية حيث التقى موظفيها للاستماع إلى آرائهم والوقوف على سير الأعمال ومتابعتها بحسب بيان صادر عن المؤسسة وحثى الكندري كافة الموظفين على الاهتمام بالمواطنين وإتاحة الفرصة لهم لإشرح معاملاتهم وتولي أمر إنجازها وفق النظم والقوانين المعمول بها إلى وزارة الأشغال التي أعلنت طرح عشرة ممارسات لصيانة الطرق وشوارع والساحات في المحافظات الست تشمل عمال الصيانة العاجلة والطارئة والمتفرقة للطرق في مختلف المناطق الداخلية وكانت الوزارة تلقت العديد من الشكاوى عن سوء الطرق والساحات الداخلية في مختلف المحافظات وعدم إجراء الصيانة لها منذ سنوات حتى أصبحت تعاني من الحفر والتشققات إضافة إلى أن التأجيل في بعض المواقع أضر مرتادي تلك الطرق وأتلف سياراتهم أعلن مدير عامل هيئة العامل البيئة رئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله الحمود إحالة البلاغ الوارد للهيئة المتعلقة بسرقة الرمال إلى النيابة العامة وعلق الأحمد على تلك الإحالة بالقول أنه قام بتحويل الادعاء الخاص بحماية أحد المتنفذين للنيابة العامة للتحقيق والتحري عن هذا البلاغ قال مراقب المحطات في إدارة العرصاد الجوية الكويتية ضرار العالي أن البلاد شهدت اليوم طقسا شديد الحرارة حيث تخطت درجات الحرارة خمسين درجة مئوية إذ سجلت محطة الجهراء ثلاثة وخمسين درجة تلتها محطة صليبية ثنين وخمسين وواحد من عشر درجة مئوية وتوقع العالي أن يستمر الطقس شديد الحرارة والرطب خاصة في البحر والمناطق الساحلية يوم الأثنين وتبدأ الرطوبة بالانخفاض التدريجي ليلا وتتحول الرياح إلى شمالية غربية وتستمر إلى يوم الخميس أعلن مركز لعجيري أن عملاقي المجموعة الشمسية المشتري وزحل يظهران في سماء البلاد ابتداء من الساعة العاشرة مساء حتى شروق الشمس ويمكن مشاهدتهما بالعين المجردة بإلى معاني نشبه لمعاني النجوم مع اختلاف في الوهج وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في المركز خالد الجمعان أن كوكب زحل سيكون في أقرب نقطة له من الأرض في هذا العام بمسافة تقدر بألف وثلاثمائة وخمسة وعشرين مليون كيلو متر وأضاف أن المشتري وزحل يلقبان بحراس الأرض بسبب جاذبيتهم الكبيرة بجذب أي جسم أو حجر سماوي ضخم يتجه نحو الأرض تواصل الكويت جهودها الإنسانية في مختلف مناطق العالم بمؤسساتها الرسمية وغير الرسمية استجابة للنداء العاجل لدعم الأشقاء في الصومال الذين يعانون من الجفاف والمجاعة تقوم جمعية النجاة الخيرية بجهود كبيرة من خلال صرختها الإغاثية ودعوتها للمساهمة في تقديم المساعدة اللازمة للأخوة في الصومال الكل شاف الكل رأى حتى بتلفزيونات المجاعة اللي مرون فيها أخواننا في جمهورية الصومال طبعا مجاعة كبيرة جدا مجاعة ينجلها الجبين أمانة وحقيقة أمام هذا الوضع المأساوي سبع ملايين إنسان مشرد معرض للهلاك معرضين للموت احنا في هذه الحملة اللي انطلقت من أخواننا في الصومال استغاثة ونداء تجاوبنا معاها طبعا بالتعاون مع أهم وزارتين عندنا بالدولة وزارة الشؤون وزارة الخارجية ورصدنا كمرحلة أولى مبلغ 50 ألف دينار وتخطينا بفضل الله وحمده طبعا نهدف إلى إيجاد المأوى وإيجاد المعيشة وإيجاد الطعام والكساء والمأوى والإسعافات الأولية يا أخواننا طبعا حتى بهايمهم ما سلمت من المجاعة هلك الكثير من البهايم اللي يعتمدون عليها في معيشتهم أمانة احنا تعودنا في هذه البلد البلد الطيبة البلد اللي دائما تستغيث الآخرين إنه يساعدونا في كل محنة وكل كارثة تمر في العالم الإسلامي وهذا وقتكم وهذا يومكم وهذا اللي راح تقدمونه أمام الله سبحانه وتعالى لا تخلونهم ترهم أخوانكم في الدين والله يزاكم خير أخذنا موافقة الشؤون وأخذنا موافقة وزارة الخارجية ثم بعد ذلك انطلقت هذه الحملة لمساعدة الأخوة الكرام من الفقراء والمساكين في الصومة في هذه الحملة نستهدف بإذن الله سبحانه وتعالى مساعدة يعني ما يقارب عشرة آلاف إنسان ألفين أسرة نساعدهم في تأمين الدواء تأمين الغذاء نساعدهم في الحصول على الوظيفة أو الحصول على العيش المناسب الآن هم يعانون من فقر شديد لا يجدون ما يقتاتون عليه فلذلك هذه الحملة كانت تسترصد تقريبا أو تستهدف خمسين ألف دينار اليوم وصلنا إلى ما يقارب ستين ألف دينار كمبلغ أولي ونطلق بإذن الله سبحانه وتعالى إلى حملات أخرى قد يتساءل الإنسان هل يجوز أن ندفع الزكاة لمثل هذه الحملات الجواب نعم لأن الزكاة كما بيّن الله سبحانه وتعالى تعطى للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الأصناف الثمانية التي تستحق الزكاة بلا شك إذا نظر الإنسان إلى حالة المسلمين الموجودين الآن في الصومان هم من الفقراء والمساكين الذين يستحقون الزكاة لذلك نحمد الله عز وجل أن جعل يدنا إلى يد العليا نحن الذي نعطي وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا ومن واجب الإنسان أن يشكر الله عز وجل على هذه النعم ويمد يد العون والتعاون أهلا بكم أعلن الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وليد البدر أن الشركة بدأت تصديرها شحنات من منتجات الفحم البترولي والديزل المطابقة للمواصفات والمعايير البيئية العالمية من مشروع الوقود البيئي مشيرة أو مشيرا إلى أن الشركة بدأت في جنية ماري المشروع الذي احتفلت بتشغيله الكامل في شهر مارس الماضي برعاية أميرية سامية وقال البدر في بيان أن الشركة تمكنت أيضا من تصدير أول شحنة من موقود السيارات النظيف إلى الأسواق الخارجية بعد أن نجحت في تلبية احتياجات السوق المحلي انطلقت اليوم خمس سفن شحن محملة بالحبوب من أوكرانيا لمواصلة تصدير الحبوب وفق ما أعلن مركز التنسيق المشترك الذي يشرف على العمليات وتنقل السفن أكثر من 161 ألف طن من الذرة والمواد الغذائية إلى تركيا والصين وإيطاليا وفق مركز التنسيق المشترك الذي سيتابع وصولها إلى إسطنبول حيث سيتم تفتيشها في البحر قبل أن تعبر مضيقة البسفور خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي أمام الأفريقي التونسي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن معسكر الأخضر المقام في تونس استعدادا لمنافسات الموسم الكروي الجديد حيث سجل هدف العربي الوحيد المدافع الجزائري طارق أبو عبطة واللقاء هو الثالث للأخضر في معسكره الأدادي التمكن من الفوز في مباراته الأولى على فريق مرجان التونسي بسبعة أهداف نظيفة وتغلب في ثانية على فريق القبائل الجزائري بهدفين مقابل هدف توجه النادي الدولي الكويتي للسيارات والدراجات الآلية الفائزين ببطولة الكويت للسباقات الرقمية 2022 وحصلها على المركز الأول خالد دشتي والمركز الثاني مهدي بوعليان وسيمثلان دولة الكويت ببطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ستقام بالأردن شمال شهر أكتوبر القادم حفل توزيع الجوائز بطولة الكويت للديجيتر ريس طبعا هذه السنة الثانية على التوالي اللي ينظمها النادي البطولة هذه تعتبر جولة من جولات بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللي يشرف على تنظيمها الاتحاد الدولي للسيارات طبعا البطولة بطولة الميناء ديجيتر ريس تتكون من كذا جولة في الشرق الأوسط من ضمنها الأردن، قبرص، لبنان، الكويت، السعودية وكذا دولة في منطقة الميناء ريجن ختام البطولة أو النهائيات البطولة ستكون في الأردن في العاصمة عمان في شهر أكتوبر وسيكون تحت إشراف الاتحاد الدولي للسيارات طبعا النادي الدولي الكويتي لرياض السيارات والدراجات الآلية أشهر عام 2019 ويعتبر هذا إنجاز بالنسبة للنادي لأنه منذ إشهار النادي وهو يواصل تنظيم البطولات سواء المحلية أو الدولية فايزة مركزة أولة بطولة كويت ديجيتر ريس والحين راح تهل حق بطولة ميناء بشهر عشرة وصراحة نفخوره إنه مثل دولة الكويت وودي باعد دوايد ناس يشاركون وتنتشر الرياضة ودي باعد تكون في بعض بطولات زيادة حوالي السنة وبعد سباقات زيادة وكل شي أشكر نادي الكويت الدولي للرياضة والسيارات على تنظيم البطولة وإن شاء الله يكملون حق السنين اليايه مشاهدين بهذا تنتهي النشرة في أمان الله اشتركوا في القناة